بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فإن كل إنسان يحب أن يكون عزيزاً في هذه الدولة أن يكون عزيزاً النفس أن يكون بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الذل لأي أحد من الناس هذا هو شأن المؤمن الصادق الإيمان لأن هذه العزة هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المؤمنون الصادقون في إيمانهم يجب عليهم أن يكونوا حريصين دائماً على أن يكونوا أعزاء أن يكونوا بعيدين عن الذلة والمهانة لأن الإسلام هو دين العزة ودين الكرامة وليس دين الذل والمهانة ومن هنا فإن القرآن الكريم ينبهنا ويوجهنا إلى الطريق الذي يوصل إلى اكتساب المؤمن هذه العزة وهذه الكرامة عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين نجد هذا التوجيه في قول الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي أنه لا طريق إلى اكتساب هذه العزة إلا من قبل الله عز وجل إلا منه سبحانه وتعالى هو الذي يهب ويعطي هذه العزة لعباده المؤمنين الصادقين الذين يعبدونه حق عبادته ولا يفرطون في أي فضيلة من الفضائل ولا يقتربون من أي رذيلة من الرذائل وقد جاءت الإشارة هنا إلى وسيلة من الوسائل التي تجعل الإنسان محققا لعزته في هذه الحياة هذه العزة تتحقق من خلال حرص المؤمن على القول الطيب الحميد الحسن والذي يكون مصاحبا للعمل الصالح البعيد عن الفساد في هذه الحياة إذا كان المؤمن ملازما في قوله للقول الحسن الطيب الحميد والذي يكون مصاحبا لأي عمل من الأعمال التي يقوم بها والتي تكون مطبقة لما ينطق به لسانه من القول الطيب فإن النتيجة الحتمية المترتبة على ذلك هو أن يكون عزيزا كريما عند الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل يتقبله رب العالمين ومعنى قبول العمل الطيب وصعوده إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إنما يعني صعود أصحاب هذا الكلم الطيب يصعدون إلى ربهم عز وجل مكتسبين العزة والرضى من رب العالمين سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح يرفع هذا الكلام الطيب لأن الإسلام دائما يدعونا إلى أن تكون أفعالنا مطابقة لأقوالنا لأن الله عز وجل ينكر على من يفصل بين القول الطيب والعمل الصالح فلا بد أن يرتبط معا في سلوك إيماني واحد حتى لا نكون موضع إنكار من الله عز وجل على النحو الذي جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر